وهنا يا إخواني سأتكلم عن عور الدجال لأنها صفة بارزة فيه والكل سيشاهدها ويراها النبي عليه الصلاة والسلام ركز على وصف عيني الدجال وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأنه أعور العين وهذه الصفة لا يمكن أن يتخلص منها الدجال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها في كثير من الأحاديث والعينان ظاهرتان بارزتان يراهما كل أحد اللي في الدجال عين يرى بها وعمة موسى مسح عليها فلا يرى بها وبهما صفات واضحة لا تخفى فقد أشارت الأحاديث التي ذكرها صلوات الله وسلامه عنه إلى عيوب في عيني أوضح هذه العيوب أنه أعور إذن المسيح الدجال أعور العين كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث كثيرة وجاء في بعض الأحاديث أنها اليسرى ولكن كونها اليمنى أرجح أعني العين اليمنى عند الدجال هي العوراء عنده أحاديثها التي ذكرت أن عينه اليمنى هي العوراء هو الأعور فيها أخرجها الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى في الصحيح نمى عليه الصلاة والسلام شبه العين بالعينبة الطافئة وفي حديث آخر وصف عينه اليمنى بكونها عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجسس ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور العين اليمنى كأنها عنابة طافية وفي حديث أبي سعيد عند أحمد وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجسس وعينه اليسرى كأنها كوكب دري اليسرى التي يرى بها أما العين اليمنى فهي التي فيها العوار وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الدجال ممسوح العين المام النووي رحمه الله وجه الروايات التي وردت في هذه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال العين وعين الدجال يعني كلتاهما فيها عين فقد ورد أن العوراء هي اليمنى ورد أن العوراء هي اليسرى ورد أن أحدهما أن إحدهما طافية أي لا ضوء فيها ورد أن الأخرى طافية بلا همز أي ظاهرة ناتئة فعيناه على ما حققه الإمام النووي رحمه الله تعالى إحداهما لا يرى بها لذهاب نورها وهذه منسوحة غير ناتئة ولا غائرة والأخرى لم يذهب نورها ولكنها معيبة بعيب آخر وهو ظهورها وبروزها ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام المسلم في الجزء 18 صفحة 61 لمن أراد أن يرجع إليه وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم أن العين التي ذهب ضوءها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدجالة ممسوح العين عليها ظفرة غليظة الظفرة الغليظة جلدة تغشى البصر جلدة تأتي على البصر فتعيق النظر وقال الأصمعي هي لحمة تنبت عند الماق الشاهد أن الدجال معيب في كلا عيني هذا ما نريد أن نقرره نبع عليه الصلاة والسلام وصف عينه التي يرى بها فقال والدجال عينه خضراء كالزجاجة وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح